نجد مثلا منظمة الصحة العالمية تعرف النظام الصحي على أنه مجموعة المنظمة أو المؤسسات والموارد الرامية أساسا إلى تحسين الصحة من حيث الهياكل، التنظيمات، الموارد، سواء الموارد بشرية أو مادية وهذا يحتاج طبعا إلى الموظفين وأموال ومعلومات وإمدادات ووسائل نقل واتصالات وتوجهات واتجاهات مختلفة في هذه المنظومة الصحية إذن عندما نتكلم عن النظام الصحي فنحن نتحدث عن شيء وعندما نتحدث عن المنظومة الصحية أقصد أن السياسة الصحية أو المنظومة الصحية أو أن الواقع القطاع الصحي من حيث الجودة، من حيث المستوايات، من حيث الخدمات المقدمة، من حيث هذه الأمور فهو شيء آخر عندما تحدث الرئيس قال بأن هناك طب المجاني، وهناك أمور، وهناك دولة تنفق العيارات على هذا القطاع هذا شيء آخر هنا يجب أن أؤكد على أمرها أنه عندما ننتقد وفق رؤية واضحة ووفق ما يخدم أما أنه نقول أن الرئيس يكذب أو المسؤولين يكذبون لأنهم قالوا جودة وجيب لي صور وفيديوهات عن واقع الصحة حسية في بعض المناطق فهذا شيء آخر يجب أن نفرق ما بين النظام الصحي وما بين جودة وواقع القطاع الصحي ضمن هذه المنظومة فقد تكون هناك نظام صحي قوي من حيث مجانية، من حيث ما تقدمه الدولة من أموال، من حيث الهياكل، من حيث البولة التحتية، من حيث هذه الأمور كلها متوفرة من عدد الأسرة، من عدد الأجهزة، أجهزة، الصيدليات، المخابر، الطاقم الطبي، طباء، ممرضين، إداريين كل شيء متوفر وميزانيات ضخمة ولكن تكون الجودة سيئة قد يكون الدولة تملك مئات الآلاف من الأطباء وتكون الأطباء تكون جودة سيئة فهذه ترتبط بواقع أيضاً الواقع الخداء الجامعات مثلاً الواقع الجامعات ونحن ندرك تماماً أن واقع المنظومة الجامعية، المنظومة التربوية في قطاعها الجامعي سيئة جداً ونفتح قوس هنا مؤخراً وصلت لمعلومات عن أشياء تتعلق بالفساد مثلاً في جامعة تبسة يندلها الجبيل يندلها الجبيل وأهي بزارة التعليم العالي أن تفتح التحقيق في هذه القضية في خصوص الموظفين، في خصوص تبذير الأموال، في خصوص أشخاص زوجاتهم مسجلين في الجامعات وما يعملون أبنائهم وغيروا وغيروا قضايا فساد ما يندلها الجبيل في هذا القطاع وهذا يؤثر على مردودية ونتائج فإذا كان خرجت لإطارات من الجامعات في ظل قطاع جامعي فاسد سيؤثر على المنظومات الأخرى ومن بينها المنظومة الصحية ترجمة نانسي قنقر